اهلا ومرحبا بكم من جديد يرتبط النظام الغذائي الذي تتبعه ارتباطا وثيقا بمزاجنا فالنظام الغذائي المتوازن ضروري للحصول على الطاقة اللازمة للجسم والحفاظ على النشاط والطاقة في الوقت نفسه غذائك مزاجك مشاهدين هذا هو عنوان حديثنا مع ضيفتنا الدكتورة ريال بلوشي رئيسة قسم التغذية والاطعام في مركز الرعاية التلطيفية ولكن بعد هذا التقرير الاكتئاب هو مرض العصر يصيب الافكار والسلوك وبالتالي الجسد والجهاز العصبي فهو يؤثر على طريقة طعامك ونومك وحتى شعورك بذاتك وتختلف عكاسات الاكتئاب وعلاقته بالإقبال على الطعام من شخص لأخر فعادة ما يصاحب نوبات الاكتئاب فقدان الشهية وفقدان الوزن مع ملاحظة أن بعض مرض الاكتئاب يزداد إقبالهم على تناول الطعام ويزداد وزنهم مع ما يرافق ذلك من شعور المريض بالكسل وسرعة التعب لذلك يجب على المريض استشارة الطبيب عندما يخشى من أن تؤدي إصابته بالاكتئاب إلى زيادة أو نقص في وزنه وحتى يعلم المزيد عن علاقة مضادات الاكتئاب مع الشهية لتناول الطعام نرحب مشاهدي الكرام بضيفة دكتورة سرية البلوشي رئيسة قسم التغنية والإطعام صبحت الله بالخير ومرحبا بك في برنامج اشراقة وطن طبعا يعني إحنا شاهدنا التقرير وأنا في المقدمة ذكرت أشياء مهمة جدا في أشياء تساعد في أشياء ممكن أنها ما تساعد الإنسان سواء في المزاج أو في البنية أو في كذا أو كذا الغذاء بشكل عام ممكن إحنا نقول يعني إذا أسأنا استخدامنا يؤدي إلى الاكتئاب أول شيء بس لك سؤال فضلا متفاعل اليوم دائما دائما معنات هرمون السعادة عندك سيروتونين مرتفع حلو السبب يعني أول شيء الاستيديو ما شاء الله ألوانة رائعة تعرضت للشمس قذائك ممتاز جسمك تبارك الرحمن رحنا فيها تبارك الرحمن تاتود الغذاء ممكن أن يؤثر سلبا وممكن أن يكون إيجابا يعني لازم يكون غذاءنا يكون غذاء متوازن صحي نعم أيضا ممكن أن الغذاء الاكتئاب يؤثر يا أنه يزيد الوزن أو يقلله هذا الاكتئاب الاكتئاب ممكن يكون يعتفد من شخص لآخر صح في أشخاص إذا اكتئب أو تزعل أو تضايق يحط حرثة في الأكل صح على طول يتجه إلى الغذاء الدسم اللي بتروس دهن الكريمة الدونت كيك يتجه كأنه ينتقم من نفسه وهذا يؤدي إلى زيادة الوزن صح ويصير عنده كسل وتعب وفي ناس لا بالعكس تنسد نفسهم عن الأكل وما يشتهي ياكل هذا آمن وبالتالي يقل يعتمد من شخص لآخر صح وهذه ترى دراسات مبينة يعني وابحة دراسات علم النفس أوضحة أنه ممكن يؤدي إلى شيء طيب الرجيم القاسي بعضهم مسكين أو يعني سواء ذكر أو أنثى ما هي أكل شيء إلا ما هي وبعضهم يعني وخيار وما هو زي يقول لك وبعدين في الليل أو قبل الليل يأخذ له فخ الدجاج مفيوح مسلوق يعني باللغة العربية ممكن ومسكين يعني مكتعب طول الوقت يقول لك أخي أنا حارب نفسي وكذا يعني الرجيم القاسي له علاقة بالاكتئاب أم لا من اسمه من اسمه قاسي قاسي أي يقصر على نفسه الإنسان أنا طبعا أقول الرجيم القاسي أو اللي نسميها الرجيمات الموبة ممكن تأثر على جسم الشخص نفسه اللي يتجه لها اللي يتجه لها من نفسه من غير ما يلجأ إلى أخصائي تقضية علاجية محترف بدنا يعطيه نظام قذائي صحي هذا ممكن أن يصير عنده نقص بعض الفيتامينات والمعادن في جسمه مثل بي كومبلكس أو الفايتامين بي المركم نقص الكالسيوم ممكن يصير عنده نقص فوتاسيوم مقنيسيوم الزينك كل هذه الفيتامينات إذا قلت ممكن تؤدي إلى الاكتئاب الشيء الثاني في بعض الرجيمات الموضة بعض مثال عنها اللي أهم الناس اللي يركزون فقط على البروتين بروتين نعم مثل مثل يعني اللي والله اللحم الدياي مثلا يركز على مثل الديك الرومي نعم الديك الرومي في الحمض الأميني اللي يسمونه تربتوفان اللي يتحول إلى هرمون السعادة ولكن إذا خذينا البروتين من غير ما ندمجه مع الكربوهايدرات اللي هي الكربوهايدرات المعقدة اللي من مثل الخبز الأسمار العيش الأسمار القمح الكامل إذا ما نخلطه مع بعض في النظام القذائي ما يدخل لتربتوفان ويتحول إلى سيروتونين بالطريقة الصحة يعني تركيبة هي تركيبة نعم يعني في آية كريمة يعني ذكرها يعني سبحانه وتعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لازم يصير في توازن توازن ما أركز على عنصر غذائي وأهمل عنصر آخر فالتربتوفان يحتاج إلى كربوهايدرات فلازم يكون نظام غذائي صحي الخبراء في الأغذية دائما يتحفوننا حينما يكونون معنا في البرنامج دائما يقول لك يعني في بعض الأطعمة تؤثر على المزاج ممكن ترفع مزاجك ممكن تهبط مزاجك بالضبط ماذا نتحدث عن هذا الشيء يعني إحنا نتكلم لا تقولوا للي تشتسمة داك شوكولت وهو اللي يرفع إحنا عارفين الشغلة نبي شي جديد شين هو انسي أقول لك شيء طبعا يابد لكم شي جديد بس أول شيء ببلش بالمركبات أول شيء عندنا الحمض الأميني الذكرته اللي تربتوفان تربتوفان هذا نلقى الحمض أميني أساسي ما يصنع الجسم ناقله من برة موجود بالتركي بالدياي التركي موجود بالحليب موجود بالموز موجود بالبقول موجود بالقرع وبدرة القرع ما شاء الله هذه موجود فيها أيضا بالدارك شوكولت بس أنا رح أذكرها بعدين هذا الحمض الأميني لما يدخل الجسم يتحول إلى هرمون السعادة اللي يسمونا سيروتونين أوف أي يساعد على تكوينه أيضا عندنا بذكرها ويدحبها واتمنى الكليا كلها اللي هي التلبينة التلبينة النصيحة اللي جايبتها معاتي أي جايبتها معاي مو شخص هذه يعني التلبينة تقدرون تساونها التلبينة عبارة عن حساء شعير شعير أي أنا أسميها التلبينة هي نصيحة نبوية علمية رسوليه صلى الله عليه وسلم ذكرها بحاديث نبوية هي تذهب الحزن والاقتئاب لأنها تحتوي على مضادات أكسدة تحتوي على بي كومبلكس التلبينة عبارة عن شعير شين هي بالضبط يعني عفوا يعني مثل الورق الشاي أنا أقول لك شعير 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 كواه ما عارف شعير سهل حلو شعير يأخذونه يطحنونه وينحط على حليب حليب أول شيء الحليب طريقة سهلة أبعلمكم إياها أول شيء أنكم لازم تأخذون الحليب ينغلي بعدين تحطون التلبينة وتحلونه مثل بودرة يعني غصدت اي 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 أو يعني كنت تلقونها جاهز أو أنتم تسوونها حلو تأخذونها وتحطونها عقب ما ينغلي الحليب ينحط ينحط الشعير أو التلبينة لما ينغلي تحلونه بالعسل وليس السكر لأن السكر يعني قفشة صغيرة من العسل حلو خطوا عليه شيء مكسرة لأن إذا حليتوا بالشكر هذا صار نفس السحلب هذا يعني نفس نفس الزوجته ممكن يصير طريقة السحلب أو يصير مثل المحلبية بس لا تحلونا بالشكر لأن خربتوا الفايدة الشكر ممكن يرفع نسبة السكر يحوشك ونغصين ممكن شوي يخرب مزاجك فحلو بالعسل هذا بالنسبة حق التلبينة أيضا عندنا ذكرت أنا القرع عندي الأوميغا ثري والأوميغا سيكس الأوميغا ثري نلقاها بالأسماك السلمون السرين التونة تلقاها بالجوز بالمكسرات تلقاها بس مثل ما تفضل تيكلوا واشربوا ولا تسرفوا كميات قليلة لا تقعد خمط لي خمطتين شيء وتقول وخلاص راح الاكتئاب لا أبدا عندك بدرة الكتان تلها أوميغا واللي ما يحب بدرة الكتان لأنها لابعة ولازم تنطحن شيني هذي؟ بدرة الكتان 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 اللي هي مثل ذكرت أنا بوائد حلقاتي ما أعرف حلقاتي تسحلين حلقة اليوم أنا إن شاء الله يبلكم إياها بدرة الكتان هي حبوب سودا صغيرة تنظونها في كل مكان حبة السودا يعني؟ لا 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 محبة سودا هي اسمها بدرة الكتان فيها أوميغا 3 أو إذا ما حبيتوها بدور الشية كتبوها بدور الشية الشية؟ الشية شيني هذي؟ بدور الشية نفس طريقة بدرة الكتان ولكن هذه الحلو فيها إنها غير طعم تقدر تحطها على الماء تنتفخ تحطها على العصير تنتفخ تنتفخ يعني ما لها لذاعة ولا لها تحتاج إنها تطحنها تحطها على أكلك على الشرب على كل شيء ها تنترينها على الرز يعني العيش وكذا أي شيء أو على السندويتات تحتوي على الأوميغا 3 والأوميغا 6 والحلو فيها إنه طبعا شنو فوائد الأوميغا 3 هي مفيدة للوظائف المخ الدهنية الدهنية آه أي هذا هو عندكم الأبوغادو أبوغادو أنا دايما أقول هي قنبلة الأوميغا 3 هو شنو؟ قنبلة الأوميغا 3 أنا أحبها أي الأبوغادو سمونها فاكهة الجمال أي كل الفايتامينز ما هو في هتبقينها في المطاعم المكسيكية المكسيكية واليابانية وإذا تبقون تسبيدون منها ويروحاكم الاكتئاب ممكن تخلطونها لمتان يحطونها على حليب خالي الجسم ونص تخلطونها والأضعاب حطوها على حليب شوي يعني زيدوا منها اللي يبيعين تنون حطوها على أي حليب تحبونها طالما ذكرت مساكين يعني overweight يعني احنا نقول شوية المتروسين هو طبعا دائما نقول لك يعني طولك تخصمه على كذا على وثنك هذا يعطيك حالي كتلة الجسم أي كتلة الجسم نزين احنا متى نبلغ مرحلة الخطر إذا قلنا والله هذا مسكين شوية زايد كتلة الجسم طبعا وايد أقول حاولوا أنكم أنكم تقيسون كتلة الجسم مو بس نعتمد على كتلة الجسم كتلة الجسم ومقاس الخصر أكثر من 88 عند النساء هذا خطر يعني المفروض ما توصل والرجال 93 سنتيمتر هذا يصبحون خطر لازم نقيس الخصر نعم كتلة الجسم 30 يعتبر سمين إلى 35 سمين سمين سمنا رقم واحد من 35 إلى من 30 إلى 35 هذا سمنا رقم واحد 35 إلى 39 هذا يعتبر سمنا رقم 2 سنتيمتر القياس البنطرون لا هذا كتلة الجسم اللي هو وزنك الحالي على مربع طولك يعطيني كتلة 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 هذا أرقامها أي 40 هذا يسمونه أبو تنبا طنبحلة 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 كلمتنا هيا طنبحلة عندي استطلاع أستاذنا في الدكتورة ونرجع لك نشوفها ونرجع لك طبعاً طبعاً حالة الاكتئاب هي حالة طبيعية ويمر عليها كل إنسان في الوقت الحالي لكن بالنسبة لي أنا أعتقد أن وقت الاكتئاب إذا حاشني أطلع من المدن اللي أنا فيه سواء كنت يعني مع مجموعة ناس أطلع مع ناس ثانين أو أقعد بروحي يعني أتعامل مع نفسي بطريقة مختلفة بالمرحلة اللي كنت فيها مكتئب في حالة الاكتئاب في الغالب أحاول أغير من المكان اللي أنا أكون قاعدة فيه مثلاً إذا كنت قاعدة في الصالة أروح لغرفتي وأحاول أختلي في نفسي ودايماً أردد استغفر الله استغفر الله أحاول كثر ما أقدر أني أنس يعني أطلع من طور اللي أنا فيه اللي هو طور الاكتئاب أو مثلاً أطلع يعني أطلع بر أبدل أشم هوا بس أني ما أقعد في المكان نفسي على أساس لا تزيد الحالة اللي أنا موجودة فيها والله عندك كذا مكان يعني مثلاً عندك غراءة شباحة الرياضة هي الرياضة أساسية يعني إحنا كاكويتين شباب عندنا الرياضة هي الحل الوحيد يعني اللي عندنا كرة مثلاً نوادي في حال إذا كان عندي اكتئاب أكيد أن أنا أختار مكان أنا أحبه وأتوجه له أكيد وأقعد فيه كذا ساعة مع نفسي أراجع وشوف أسباب الاكتئاب وبعدين عادي أرجع أمارس حياتي بشكل اللي هو بشكل العادي يعني ما في مشكلة طبعاً الاستطلاع يؤكد ما قلتك بأن البعض يذهب إلى طبعاً تعزيز نفسيته ورفع معنوياته من خلال الأكل إذا كان مكتئب والبعض تنسد نفسه هذا شيء جميل جداً بس قبل نأخذ الاستطلاع كنا نتكلم عن أشياء يعني جداً مهمة بس في شيء الرياضة يقول لك الرياضة دائماً تحسن الحالة المزاجية أنت شرائج نعم بما أن الرياضة لها فوائد كثيرة أنها تنزل نسبة للكوليسترول وأنها تنظم نسبة السكر ومهم أنه لما تنظم نسبة السكر في عناتها أنه يبعدنا عن خطر الاكتئاب صح نسبة السكر إذا تبعد ممكن الواحد الحالة المزاجية تخترب تعكر شيء الثاني أن الرياضة تنظم الهرمونات وتساعد على تكوين هرمون السعادة اللي هو السيرتوني وإحنا طبعا المشاهد الاستطلاع ذكرت في عندك كذا نصيحة ودت تغدمينها للسعادة المشاهدين شين هي بالضبط؟ أول نصيحة ذكروا الله لا إله هذا واحد دائما الشي الثاني إذا عندك مشكلة أو مضايق دائما إذا ما قدرت تحلها أو لقيت أن النظام الغذائي ما سوالك شيء لازم ترجع إلى المختصين الأخصائي النفسي والاجتماعي عشان يحلك مشكلتك لا تروح بالله صيدلية أعطني حبوب تنومني أو أعطني هرمون السعادة هذا أربع شيء يسوي الإنسان أخذ شيء أخذ شيء غذائي شيء بلاش رخيص أحسن المركبات ممكن ضرك ما تفيدك الرياضة مهمة جدا الأقضية التي ذكرتها من قبل تعرض للشمس خصوصا الناس المتقاعدة التي قاعدة الآن إن شاء الله تكون تسمعني شمسنا الصبح مبتشر افتح الدرايش الناس المتقاعدة كبار السن عليهم يفتحون الدرايش ويتريقون يقومون الصبح نظم وقتك نظم نومك صح عشان الهرمون الميلاتونين اللي يخليك تنام مرتاح يشتغل مبتشر يعني بالليل فحاولت تنظم نومك والتعرض للشمس الشمس وايد تساعد على تكوين هرمون السعادة والنظام قدائي وشكركم لا سعر مباركة يعني في البداية للعنوان كان هو الغذاء وعلاقته بالسعادة وهرمون الاكتئاب وتخصيص الوضع وإلى آخره طبعا بلغوني الشباب بأن أنت رح تكونيني يعني ضيفة دائمة لدى البرنامج وتقدمين رسائل توعوية غذائية طبعا لا ننسى نحن عندنا أيضا أطباء مختصين يتحدثون عن الأنف والأذن والحنجرة والروماتزم أنت سوف تتخصصين بإذن الله بالغذاء والسعادة وجهة بشوش ما صلى الله هذه تلبينة لازم تسويها وتذوقها ورح أسئلك عن طعمها أنا كلش موضعك الزود مع الأشياء البودة كلش خافي خبط عورني بطني ما عور بطني جزاعة الله خير ومشاهدين الكرام طبعا ترقبوا دائما الدكتورة ثرية بلوشي سوف تكون معنا في طبعا الرسائل التوعوية الغذائية السعادة باركة فيك مشاهدين الكرام كل الشكر للدكتورة ثرية البلوشي رئيسة قسم التغذية والإطعام في مركز الرعاية التلطيفية مشاهدين هذا كل ما لدينا لهذا اليوم نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في تقديم كل ما هو جديد باشر حلقة جديدة وفقرات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته